سؤال بعد كده سؤال بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا رجل أمتلك أكثر من محل تجاري وما أجده من مردود مادي ينفق على أسرتي أو أدفعه كقسط لشراء عقار ولكن لأمتلك الحول كاملا على النصاب هل علي أزكاة؟ مش مهم إيه الفلوس اللي بتوصل لك لكن المهم إن الفلوس دي توصل للنصاب وتفضل لمدة سنة افرد الفلوس دي وصلت نصاب وتصرفت أثناء السنة ما يبقاش عليك زكاة يبقى في الحالة اللي إحنا فيها دي أنت الفلوس بتجيلك آه وبتنفقها على جامعات الولاد وبتنفقها على إقصاتك وبتنفقها على بيتك وبتنفقها على إسعدهم إذا هي أنفقت هذه الأموال ولم يصل إلى حد النصاب يبقى خلاص يبقى أنت لو ما وصلتش إلى حد النصاب وما استمر السنة خلاص أنت معلكش زكاة يبقى أنت دلوقتي زي ما بتقول كده آه أنت عندك محلات تجارية المحلات نفسها مش هيبقى عليها زكاة لكن البضاعة اللي بتتباع هنا بقى لازم نوقف لو كانت المحلات التجارية دي فيها بضاعة والبضاعة دي معروضة للتجارة البضاعة دي عليها زكاة يبقى حاجة مهمة المحل نفسه معلوه زكاة لكن البضاعة اللي في المحل المعروضة على للبيع بتتقيم كل سنة وبيبقى عليها زكاة لأن عليها زكاة اسمها زكاة عروض التجارة طب دي معناها إيه؟ إذا البضاعة دي بلغت النصاب ما يساوي 85 جرام دهب وحل عليها الحول يعني ظلت سنة مش لازم البضاعة تظل مركونا سنة لا 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 الأصناف تباع وتدخل ومعرفش لكن المال اللي انت بتتاجر فيه ده اللي في شكل بضاعة بقى له سنة الرقم ده بقى له سنة يعني الأصناف تيجي وتدخل وتخرج وتتباع وتزيد وتنقص ولكن إيه اللي حاصل؟ بقى لها البضاعة دي بتمنها أزياد من النصاب لمدة سنة يطلع عليها زكاة ترجمة نانسي قنقر